بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا المواقع الثنين الدرس الثاني Internal Uncomprehensible Viscous Flow المحاضرة العاشرة كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى Velocity Profile عند Developed Plan كوة Poisei Flow وصلنا إلى Velocity Profile على هذا الشكل فالحين نحاول إيش؟ نحاول إني نستخرج من هذا أو ناخذ منها بعض الأفكار بخصوص Velocity Profile لو غيرنا ال-Y أو لو غيرنا ال-X إلى غير ذلك فهنا Let As No Dimensionalize It As As Flow فهنا رح نسوي إيش؟ رح نقسم لو حصلت Y نقسم على A لو حصلت Y تربية رح نقسم على A تربية حصلت Y تقعيب رح نقسم على A تقعيب هذا الإيش لسبب No Dimensionalize الـQuestion هذه وأيضاً رح نقسم لوقيت Velocity U رح نقسم على capital U فراح نلاحظ أنه هذا موجود في السطر الأول والسطر الثاني يعني قسمنا على Y أو قسمنا على A أي تربيع وقسمنا على capital U وصلنا إلى المعادلة الأخيرة هي المعادلة هذه مع معرفة أنه New U هي تساوي U على capital U وNew Y هي تساوي Y على A استعملنا المعادلة هذه وسوينا الرسمة حقتنا Velocity Profile فأخذنا إيش؟ أخذنا عند الـY Y على A وعند الـU أو عند الـX U على capital U فكان إيش اللي يقدر يغيرنا المعطيات هنا هو الترم هذا الترم هذا اللي متكون من إيش؟ متكون من A تربيع Mu U and delta P بالنسبة لـ three constants U and Mu and capital U هذن ثوابت أو معطيات من أول المسألة فإذن هنا الشيء الوحيد اللي رح يتغير هو delta P فهنا delta P لو أخذناها بقيمة رح يتغير عندي Velocity Profile أو أخذناها بقيمة أخرى فإذن في حق الرسمة هنا عندي إيش؟ عندي اللي أثري على الرسمة هو الترم هذا اللي هو نفسه الترم هذا وأخذنا هنا مثلا أخذنا حق 1 فجأتنا Velocity Profile كده خذناها ربع أو 025 جأتني Velocity Profile كده أخذناها سالب 1 فجأتني Velocity Profile كده طيب فنحاول نفسر الرسمة هذه لحين لو أخذنا مثلا أنه الكنستن هذه delta P على 2 mu U على أي تربيع أخذناها 1 فرح نشوف أنه Velocity Profile رح تكون بالطريقة هذه هذه الـ Velocity Profile عند إيش؟ عند الكنستن يساوي 1 أخذنا أيضا عند الكنستن هذه تساوي كم؟ تساوي سفر لو أخذناها سفر فتيجي الرسمة حقتنا هي الخط هذا وهذا طبيعي جدا بالنسبة لو ذكرناكم بالمحاضرات اللي قبل لو قلنا الترم هذا يساوي سفر يعني إيش؟ يعني أنه delta P تساوي سفر لو delta P تساوي سفر يعني إيش؟ ما في gradient of pressure فتصبح اليو تساوي فقط الترم هذا هذا راح إيش؟ راح يلغى وتصبح عندي Linear Velocity Profile وهذا عند إيش سباب لو تذكروا عند فقط عندما تتحرك يعني الأبر بلايت وما يكون عندي إيش؟ وما يكون عندي gradient of pressure لو تذكروا في المحاضرة السادسة أو الخامسة عندما ذكرنا الأمر هذا طيب في المعطى الأخير اللي هو عندما يكون delta P حقتنا بالسالب مثلا نخذها أو الكنستن هذه تساوي سالب واحد فاللاحظ أن Velocity Profile أصبحت أخذت الشكل هذا فإذن السرعة راح تكون كده في المكان هذا عكسية وهنا راح تكون من اليسار إلى اليمين فهنا نتحدث على سريان المائع من اليسار إلى اليمين وهنا نتحدث عليه من اليمين إلى اليسار وهذا يسمى حسب الرسمة اللي موجودة بعد يسمى إيش؟ Backflow بما أن المائع هنا إيش يقع له المائع يتراجع إلى الخلف وهنا المائع يسير إلى الأمام لو أخذنا DeltaP على 2MU على أي تربية سالب 05 مثلا فهنا نتحدث على فنومنا جديد اسمه Backflow Backflow يعني أنه في جزء من المائع يرجع إلى الخلف بالطبع هنا السبب إيش؟ لو DeltaP هنا تكون يعني Gradient of Pressure هنا أكبر من هنا Gradient of Pressure يعني الpressure اللي هنا أصغر من الpressure اللي هنا فهذا يسمح لي أو يكون دافع أن الماء ترجع للجهة العكسية هنا ترجع للجهة العكسية وبالطبع ال Upper Plate مما أنه تحرك من اليسار اليمين فهذا يدفع المائع على أنه يروح من اليسار إلى اليمين حسب ال Upper Plate هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط نبغى نطرح سؤال طرحته قبل لكن نبغى نطرحه من جديد هل ال Upper Plate لم تتحرك من اليسار إلى اليمين هذا يعطيني Linear Velocity Profile أو يعطيني Parabolic Velocity Profile ولو كان عندي Gradient of Pressure موجب أو سالب هل هذا يعطيني Velocity أو يعطيني Parabolic Velocity Profile أو Linear السلام عليكم ورحمة الله وبركاته